أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هدف زيارته لميناء الإسكندرية هو عمل نقلة نوعية في الإفراج الجمركي عن البضائع ومتابعة أعمال فحص الحويات وخلال متابعة إجراءات الفحص الجمركي شدد مدبولي على أن الحكومة لديها خطة كاملة لخروج جميع البضائع من كل الموانئ تنفيذان لتوجهات الرئيس السيسي لافتا إلى أنه تم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لخروج البضائع خلال ديسمبر كما تم الالتزام بالإعلان عن حجم البضائع التي تخرج من الموانئ بشكل أسبوعي إحنا عايزين نأكد أن إحنا كحكومة بالفعل خلاص فيه خطة كاملة لخروج كل البضائع من كل الموانئ ويمكن كنا أعلن على قدام حضراتكم وقدام فخامة الرئيس أن في الفترة ما بين 1 ديسمبر لغاية 23 ديسمبر خرج 5 مليار دولار بضائع أنا النهاردة بقول لكم والتزامنا أن إحنا إسبوعيا حنعلن عن الأرقام التي تخرج الإسبوع الأخير بعد ما كنا أعلننا عن الإفراج اللي هو انتهى يوم 23 كنا خرجنا خمسة من يوم 24 حتى يوم الخميس أو الجمعة اللي هو مبارح خرج بضائع مليار و236 مليون دولار إضافية يعني كده إحنا بنتكلم في حوالي 6 مليار وربع خرجت كبضائع في شهر ديسمبر